سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله سمعت شيخ رياض الله سلمك ويعزك إن شاء الله ولكنت أكرر في قول الله تبارك وتعالى يَا يَا لَذِينَ أَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَبِتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ فكنت أريد أن أعرف الأئمة سلام الله عليهم كانوا يتوسلون بمن؟ نعم الأئمة سلام الله عليهم كانوا يتوسلون بمن؟ لأن الله أمرنا يا الذين أمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة فكانوا يتوسلوا بمين الآئمة؟ الآئمة أولاً يتوسلون بالله عز وجل وبمن آمرهم أن يتوسلوا به لا ما فيش وبمن آمرهم لأن الآية بتقول يا أيها الذين آمنوا فالآئمة مؤمنين أو مشركين وأنا بقول عنهم مؤمنين اتقوا الله وبتغوا إليه الوسيلة فكانوا يتوسلوا بالله أحسنتم واقعاً يتوسلوا بأسماء الله وصفاتي كما في القرآن لكن حد أنت بتقوله يتوصلون بما هو أخبره كان سر يتوصلون بأسرار لا لا نلا نلاحظ أحنا أولا فدمقدمة بسيطة أولا اتباع الله عز وجل واتباع القرآن واتباع من أمرنا الله بطاعته الله عز وجل أمرنا بطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأطيع الله وأطيع الرسول هذه قاعدة يجب أن نعتمد عليها الرسول صلى الله عليه وآله بماذا أمرنا باتباع علي عليه السلام بأحاديث صحيحة في مصادرنا وفي مصادركم سمعت الشيخ رياض معلش وقفة بسيطة وقفة بسيطة ونوعية أول حاجة حضرتك خرقت من الموضوع ووضعت عليها ثلاثة إشكالات وخرقت من الموضوع وما لم تجب وتقول للآئمة قلت لي الله سبحانه أننا مأمرون بإطاعة الله وإطاعة الرسول وإطاعة الآئمة واستدللت بقول لي تباركت عليها يا لذين أمن أطيع الله وأطيع الرسول وقولي الأمر منكم أو تعال انتم بتقولها مع أن هذه الآية عندك خطأ والآية الصحيح فيها وروية في الكتاب الكافي وصحاح المجلس في مرآة العقول وقال حديث حسن أن نزلت الآية هكذا كما قال أبو جعفر أطيع الله وأطيع الرسول وأقولي الأمر منكم فإن خفتم تنازعا في الأمر فارجعوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر شوف حرفية الآية وصحاح المجلس في مرآة العقول رقم اثنين لا يوجد عندك دليل النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإطاعة الآئمة الاثنين عشر ترد حاجة هل كل من أمرت بإطاعته أو بطاعته أتوسل بي طب ما أنا مأمور بطاعة الله تبارك أخوة تعالى مأمور بطاعة والدية ما لم يأمرونني بشرك مأمور بطاعة والدية مأمور بطاعة ولي الأمر كمان مثلا إحنا أهل السنة نرى بطاعة ولي الأمر مثلا فيما لم يأمر بمعصية هل هذا توسل باب مما لكن خد موسطة بينه وبين الله فين يا شيخ الأية اللي تأمو اللي تبين للأئمة كانوا بيتوسلوا بمن نعم الاء إما كانوا بيتوسلون بمن يالذين أمونوا تقوا الله وبتغوا إليه الوسيلة الأئمة مؤمني كانوا بيتوسلوا بمن هل الله أضر ال الميت بابتغاء وسيلة غير السائلة الليjawنحن نعرفها في الموناس يتوسل يتوسلوا بالله عز وجل وهو مصدر التوسل طيب جميل يا شيخ بقى نعمل مثلهم يا شيخ نعمل مثلهم بقى نتوسل بالله نتوسل بالله يا شيخ رياض ليه ما نتوسلش بالله كالأئمة يبقى احنا مش احنا مأمورين باتباع الأئمة مش انت لسه ايه لنبي قمرنا باتباع الأئمة الا ائمة قرب يتوسلوا بالله نتوسل بالله نعم يتوسلون بالله لانه هو مصدر التوسل طيب جميل وهو الذي عمرنا بان نتوسل بالنبي وبعاله دليل أكبر إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون إذن علينا أن نطيع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام والطاعة جزء فرع من الطاعة هو التوسل طيب جميل أول حاجة ما أنا قلت لك أنا مأمور في القرآن بإطاعة الوالدي فهل هذا جزء من التوسل يتوسل بهم فدية يعني بالله هو شرب ميته لأنه مش هتنفعت في حاجة ده رقم واحد رقم انتين جبتين للآية رقم 54 من سورة المائدة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا لو نظرت في الصفحة من فوق الآية رقم 51 في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء يعني لا يأمرنا أن لا نتخذ اليهود ولا النصارى أولياء إما لنا تولى مين يا رب في هذه الآية بقى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا لو احنا قلنا ان الذين امنوا دي يا علي بن ابي طالب يبقى اذا نرجع للآية لا تتخذوا اليهود والنصارى والمؤمنين اولياء كل دولة تتخذوا احد اولياء فالمؤمنين زي اليهود والنصار تولوا فقط الله ورسوله وعلي بن ابي طالب لكن التفسير الصحيح الواضح البين من سياق الآيات ومن تفسير القرآن الذي يفسر بعضه بعضه يا يا الذين امنوا انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا ان هم المؤمنين وصفاته مئة الذين يقيمون شوف الجمعة هو يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راقعون أي خاضعون لله تبارك وتعالى وليس أن الإمام تصدق بالخاتب وهو في صلاته وهذه الروايات المهلهلة الضعيفة وانت كده لا تستدلي بالآية انت بتستدلي بتفسير الآية فين في الآية الله أمرنا نتوسل بعلو الأئمة يا شيخ أنت لست جديرا بالمناظرة أيوة أنا لست جديرا بالمناظرة لإني مش عارف أجيب آية تأمرني بالتوسل بالآئمة الاثني عشر أو طلب الحاجات هذا ليس من قواعد المناظرة يا عزيزي هذه ليست من قواعد قواعد وبطيخ ايه يا عم العلم الفلسفة والمنطق اللي درستوه في الحوزة دي لحظ دماغكم يا شيخ رياد فين دلوقتي في القرآن هاتلي آية من القرآن تأمرني بآية واحدة فقط تأمرني بدعاء غير الله تختلف عن طاعة رسول الله تختلف عن طاعة الآئمة سلام الله عليهم طاعة الله وطاعة الرسول وطاعة أولي العامر هو بمعنى التسليم لهم أما طاعة الوالدين فتختلف هناك مواضح طيب يا عم انت بتقس ليه وانت عندكم القياس بطل وطاعة الآئمة احنا الآية دي يعني هقس واستنبطت منها طاعة الآئمة وبعدين انت مستنبطت من الآية دي تاني ان انا توسل بالآئمة واستنبطت منها تاني ادعو الآئمة والآية لا تصلح خالص ان تكون دليل في مثل هذا يا شيخ هتلي آية من القرآن انا جيب لك آية وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا قل يدعو الله او يدعو الرحمن فادعوه مخلصين له الدين هتلي آية واحدة بقى تأمري بدعايا محمد ولا ينجيك من عذاب الله سوى الله سوى القرآن والعترة ايوه ما شاءاله ما شاء ينجيك من عذاب الله الا القرآن والعترة فين العترة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اني تاركن فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي ما ان تمسكتم بهما طيب يا شيخ تمسك بهم فين ما هم مش موجودين وكل مفتح كتاب للعطرة الامل بالضعف ومالل بالزندقة والكفر وبينسب للعطرة عن ابي عبد الله عليه السلام وما يطع الله ورسوله في علي بن ابي طالب فقد فاز فوزا عزيمة هكذا نزل بها جبريل هكذا نزلت سأل سائل بعذاب واقع للكافرين بولاية علي بن ابي طالب ليس له دافع هكذا نزل بجائر جبريل بهذه الاية فين يا شيخ العطرة هربانة والسنة اللي موجودة للعطرة مليئة بالزندقة والكفر اللي بتنسب للعطرة يا ذبي الله ما هي انا اسألك ما هي مصادر السنة التي تتبعها مصادر السنة التي اتبعها هو القرآن الكريم المذاهب الاربعة المذاهب الاربعة التي تتمسكون بها جاءت بعد رسول الله بمئة وخمسين سنة وهي مفتعلة ومبتكرة من قبل اسيادكم ومن قبل شيوخكم طيب اجيبك على هذا اما المذاهب الاربعة فهم لم يختلفوا في الاسوصل فهم لم يأتوا ويخالفوا القرآن ويقولوا القرآن محرف المذاهب الاربعة لم يأتوا ويقولوا لك الناس كلهم اولاد بغاية ما خلى شيعتنا المذاهب الاربعة لم يأتوا ويقولوا لك najleابد انك تتطين وتسجد على التربة وتتطين في الخنزير وتدرب نفسك بالزناجير بل هذه المذاهب حينما نظرت في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله92 ورأت بعض المسائل المستحدثة استنبطت من القرآن والسنة لمثل هذه المسائل كمسائل الربا كمسألة البنوك كمسألة كيت وكيت وكيت مثلا ما كانتش موجود بنوك أيام لكن أنا بضرب لك مثل أو مثلا حينما نقول سميع الله لمن حمد نرجع اليمنى على اليسرى ولا نصب لليدي أشياء لم يأتي فيها نص لا في القرآن ولا في السنة فبدأوا يستنبتون ويجتهدون في ذلك وقالوا كما قال الشفعي لو لم يخالف القرآن أو سنة اضرب به عرض الحائط أنا بسألك الآن يا سمحت الشيخ رياض عندك أي أنت بتقول النبي أمرنا بالتمسك بالثقلين فين العطرة؟ العطرة مش موجودة للوصول إلى الحقيقة بتقول إيه؟ فين العطرة؟ النبي أمرنا بالتمسك بالعترة؟ العطرة فين هربانة؟ العطرة سابتكوا تكفروا بعد أنتو والإخبارية لا 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 انت شيخ قليل يقول العطرة واضح انت بتريك العطرة واضح هل يعرفوا الشرازية؟ لأن الشرازية بيكفروا أصحاب ولاية الفقين وهو سفينة النجاة طريق العطرة واضح من انحرف عن العطرة ممن يسمون أنفسهم بالشيعاء هذا لا يضر بأصل العطرة ولا يضر بأصل طريق أهل البيت تب فين طريق العطرة؟ طريق العطرة فين؟ أين أجده؟ طريق العطرة موجود في القرآن يا عزيزي أقرأ القرآن والله قرأت لا لا إطلا بكر ولا صدق ولا جواد ولا ردة ولا هدي لا لا لم ألقى لا إمامة ولا عصمة ولا طاقية ولا رجعة ولا خمس المكاسب ولولاية تكوينية ولا الغلو الفادح في العطرة التي تكونون بها قرأت القرآن ما لقيتش عطرة خالص لا لا موجود فين 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 موجود العطرة ها أنا أقل لك وين التقارع للقرآن أيوالله جيد ما آتاكم الرسول فخذواه موجود هذا في القرآن لو ما موجود 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 في القرآن جيد ماذا آتانا الرسول ماذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبر يعيد خلينا جاوبة طيب أول حاجة أنت كده ما استدلتش من القرآن ما أتاكم رسوله فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهو طيب النبي أبرنا بترك اللحية وعندك الخوئ قال إن حلق اللحية فاسك عندك ما راجع بيحلق اللحة الآن عندك وقلق ما راجع هل هؤلاء يفسك أنت برضو شفت ما جبت ليش آية واضحة بيّنة من القرآن تأمرني باتباع العطرة عيش لبنة إسرائيل ذكر في القرآن أكثر من ست مرات وإمامك الماهدي اللي هو بيتحكم في الكون لم يذكر ولا مرة لا حول ولا قوة الله عز وجل ده يقول شي يقول لكم الرسول امشوا بكلامه طيب جميل أين قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم تمسكوا بالآئمة الاثنى عشر يبدأون بعلي بن أبي طالب وينتهون بمحمد بن حسن مو مضرورة هناك محكم وهناك مفصل هناك مجمل وهناك مفصل بالقرآن الكريم مو كرش أنا أسألك بالله أنا أسألك بالله كم ركعة وصلي صلاة الصباح أذكر لك أول حاجة هذا الأصل أتقولي عدد الرقعات لم يذكر في القرآن طيب هاتلي يبقى كل شيء ليس مذكر في القرآن لا الأصل مذكر في القرآن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في هذا القرآن في عشرات الآيات وأقموا الصلاة إن صلاة تنهى عن الفحشاء والمنقر الذين يقومون صلاة ويؤتون الزكاة أقموا الصلاة لدلوك الشمس إلى آيات كثيرة عن عشرات الآيات عن الصلاة فالأصل مذكر في القرآن وتفصيل هذا الأصل مذكر في السنة هاتلى أصل يا أمتك الاثنى عشر اللي انت بتعتقد بهم يا رجال ده انتوا قن بعد موت كل إمام بتختلفوا إلى فرقة أخرى وده أكبر دليل على عدم وجود النص يخرج الفتاحية القيسانية الإكسوائية الإسماعيلية الزايدية الاثنى عشرية لأنه لا يوجد نص حتى أبناء جعفر صدق طلبوا بالإمامة لأنفسهم عبد الله ابن جعفر صدق طلب بالإمامة لنفسه محمد ابن جعفر صدق طلب الإمامة بنفسه وابن عم الإمام طلب بالإمامة لنفسه لأنه ما فيش نص على الإمامة ما الأئمة سلام الله عليهم وهذا موجود في كتبكم هاتف من أمهات أو أبهات كتبنا إن موجود أسماء الأئمة وبما أن الله عز وجل أمرنا في القرآن بطاعة الرسول فعلينا أن نطيع رسول الله صلى الله عليه وآله وآله النبي صلى الله عليه وسلم هنطيعه النبي أمرنا بإطاعة العترة زي ما أنت بتقول مين هم العترة دول؟ دليلك أن العترة 12 زي ما أنت بتقول العترة يدخل فيهم العباس وابن عباس وانتوا بتتعانوا فيهم وعقيل أخو الإمام علي بتتعانوا فيه ومحمد بن الحنفية بن الإمام علي بتتعانوا فيه وأبناء الإمام جعفر سيدك اللي ذكرتم عبد الله ومحمد بتتعانوا فيهم وأبناء الحسن اللي تأخذون منهم وتتعانون فيهم وتقولون كانوا يحصدون الأئمة أتى حدك الآن قل للنبي أمرنا باتباع العترة هاي فين النبي أمرنا باتباع الاثني عشر تفضل نعم أين أمرنا النبي باتباع الأئمة الاثني عشر بأسمائهم تفضل الأحاديث طويلة راجع البخاري معي هو الله يمك انترنت هو البخاري في ايدي بلنت بلبطيخ يا سمحت الشيخ البخاري في ايدي هوك البخاري في يدي الان والله الجمهور يرى كتاب البخاري في يدي الان هو الله على الشاشة موجود يا عزيزي الحديث عن الرسول برواية عن جابر ابن عبدالله الانصاري رواية عن جابر او عن ابي دار يقول سألت النبي سمهم لنا قال لهم اثنى عشر امام من بعدي قلت له سمهم بعدنا سماهم من علي ابن ابي طالب الى الامام المهدي طيب يا شيخ ليه تكذب يا شيخ رياض والله وبالله وطالله ليس موجود في البخاري ولا في قتب اهل السنة والجماعة ليش بتكذب وهذا الحديث اللي انتم بتستدلوا به دائما موجود في بحر الانوار لمحمد بقر المجلسي ان جامر ابن عبد الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم بس الحديث انا حفظه اكتر منه فبعد ما النبي تكلم قال يا جابر هؤلاء اللي اتناشر وذكرهم لي وبعدين ذكر لي قال له هتقابل محمد قال له هتقابل محمد امامنا لا ام اربع محمد وكذا وكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم اتى على اهم ركن من اركان الاسلام وارقان الدين الولاية وما نوديا بمثل ما نوديا بالولاية كما قال محمد ابن يعقوب القليني عن ابي عبد الله اهم ركن من اركان الاسلام عاد على اهم ركن من اركان الاسلام وبلغ بيه جبر فقط النبي يبلغ جبر فقط بدل ما يسعد المنبر ويقول لا ايه ما يبدأ لن بفلان وفلان وفلان وانت هنا الهارب الثاني عشر بدل ما كان يبلغ الامة بلغ جبر فقط ده هذا اقوى دليل على ان هذا حديث مجذوب ان النبي طرق الامة في ضلال اللي النبي علم الصحابة حتى قال بعضهم انه كان يعلمنا الفسوة والخراء النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا حينما ندخل الى الخلق ماذا نقول نخرج من الخلق ماذا نقول حينما نأكل ماذا نقول حينما ننام ماذا نقول حينما نشرب ماذا نقول حينما نركب الدب ماذا نقول لم يترك لنا شيء صلى الله عليه وسلم الا بيّنه لنا فتركنا على المحجة البيضاء بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم اين نجد هذا الان النبي جاي على اهم رقل من الاركان وقول له يا جابر يا جابر الامة اتناشر هيبدأوا بفلان وفلان يا جابر ويلتوا بالهارب يا جابر كفاكم تعن في رسول الله يا رياض يا رياض الخزراجي موجودة. افتح بصيرتك. اهو اهو فتحت بصيرتي وجايب ندرتين اهو هلبس لك الندرتين مع بعض اهو هتقول لي بقى فين بالله عليك. لبست الندرتين. فين يا رياد الخزرجي? ايه تشتغلني? بصيرتي ايه يا رياد? الكلام ده كنت بتتحكوا بيه على عوام الشيعة زمان يا رياد. الكلام ده كان عوام الشيعة بيصدقوكم. لكن دل وقت نتحداكم يا رياد انكم تأتونا من القرآن عجزتم. من كتب اهل السنة عجزتم. جايب لي رواية تطعن في النبي ان النبي ترك الامة في ضياع وبلغ جابر فقط. وجابر لم يبلغ الامة. الله امرنا باتباع القرآن وباتباع النبيه. لم يأمرنا باتباع القرآن فقط. الله امرنا باتباع القرآن وباتباع الرسول. لم يأمرنا باتباع القرآن فقط. انا اعلم اعلم ما هو فين بقى الرسول بلغ يا جابر. دب انا عندي حاجة لك حلوة يا جابر. عندي حاجة حلوة لك خالف. في القرآن كما نستدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى قال على ما أذكر في سورة النساء وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فأولئك مع مين يا رب مع الذين أنا عم الله عليهم من واحد النبيين اثنين الصدقين ثلاثة الشهداء أربعة الصالحين لماذا لم يقل مع الأئمة إلى أئمة يدخلون بقى دمن النبيين والله الصدقين شوف النبي محمد خلق أجاوبك خلق أجاوبك كسكت شوي اسكت خلق أجاوبك هذه الآية هذه الآية الكريمة النبي محمد صلى الله عليه وعلي وسلم هو أفضل مصداق للنبيين تمام وياي وياك أهان جيد والشهداء لا الصدقين الأول الصدقين الأول الصدقين الأول أنا عارف أنك مش حافظ الآية فأولئك مع الذين أنا عم الله من النبيين والصدقين أفضل مصداق هذه آية عامة يا عزيزي هذه آية عامة ولها مصادقها الصدقين من؟ النبيين فالنبي محمد هو أفضل مصداق للنبيين والصدقين والشهداء فهو أفضل مصداق علي بن أبي طالب هل علي بن أبي طالب شهيد أم غير شهيد نعم الله بس فيه اللي استوشهده وحمزة استوشهد برضو مش اكثر مصدق الله سقط في الفخ اللي عملته له رياد الخضراجي فسقط في الفخ ازاي عزيزي المشاهد لان هنا الصدقية اعلى مرتبة من النبوء من الشهادة فقول لكم على الذين انا عملهم من النبيين فالنبوة اعلى من الصدقية والصدقين اعلى من الشهداء والشهداء اعلى من الصالحين فقال ان الشهداء هذه في علي بن ابي طالب فالصدقية اعلى مرتبة فالامامة ليست من النبوة ولا الصدقية ولا الشهداء ومرتبت علي بن ابي طالب في معتقد هؤلاء اقلم وبذلك نقد هذه الامامة السبائية وعجز ان يثبت ان الامة يحشر الناس الصالحين مع هؤلاء او من يتبع او من يطع الله والرسول انت انسان جاهل شكرا لك يا خزراجم انا عارف جاهل مش عارف اقيد اي ادلة خالص من القرآن ولا صدقية بفضل الله لم اترك لك شبهة عمام الجمهور الا وردت علي فيها يا خزراجم مثل الظون تهتدون كيف نسوي لكم يعني والله أولي ابن أبي طالب عليه السلام نمش تقال قال أعداءنا لهم قطر العسل في أفواههم ما حبونا نعم صحيح لأنه قال يا أشباه الرجال ولا رجال لو ميزتم شيعتي لو وجدتم ثلاثة ربعات حمقة والبي مغفل الإمام علي اللي قال ما تقوليش مع الله ما تخنفش يا رياض علشان ما تخرقنيش ما تخنفش عليها القنفة الفرسية دي اتكلم عيد البلاج مع الله بلاج الخنفة دي بقول الإمام علي اللي قال عليكم ذلك يا رياض أنتم أصلا أعداء لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فين الإمام علي أمركم يا رياض إن المراجع يأخذ الخمس أتحدك هاتلي رواية تجيز لمراجعكم أن يأخذ الخمس ماشي هاتلي رواية بقى من كتبك تجيز إن كما قال إن الإمام علي سلامه الله عليه قال يجوز لكم إنكم تأخذوا الخمس هاتلي رواية إن الإمام علي قال لكم خذوا الخمس لماذا مراجعكم يأخذوا الخمس موجودة موجودة في القرآن وما غنمتم من شيء وما غنمتم معلموا أن ما غنمتم شفت حتى الآية مش عارف تقرأها يا ريال مش تصدقل الأكبر اللي نبي أمرنا نتمسك به صلى الله عليه وسلم من شوية مش عارف تقرأها ودي خمس المكاسب ولا خمس الغنائم اللي بيأخذ من الكفار يا ريال بيعملكم معاملة الكفار المراجع وبيأخذوا منكم خمس الغنائم يا ريال أتحدك هتلي آية من القرآن بس بس لا 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 أتحدك من هذا التراث المجوسي هتلي رواية مجذوبة من كتبك تجيز للولي الفقه أو الفقه أو المرجع أو نائب الإمام أن يأخذ الخمس أتحدك رواية ضعيفة لا الخمس موجود في القرآن هذا خمس الغنائم يا ريال قلت لك الكلام ده قد تتحقوا على عوام الشيعة زمان عوام الشيعة بيبحثوا الآن وقال ما أنا ما ندمتم من شيء خمس الغنائم غنمتم خمس الغنائم افتح الآية يا ريال دلوقتي الآية أظنها الآية رقم 41 من سورة الأنفال يا ريال افتح سورة الأنفال الآن ها هي سورة الأنفال افتح الآية الآية رقم 41 من سورة الأنفال واعلموا أنما غنمتم من شيء شوف الآية اللي قبلها يا ريال بص لقبل قبلها وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله اللي بعدها وإن تولوا فعلموا أن الله مولكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أنما غنمتم من شيء بعد قتالهم فلو غنمتم من شيء فأنا اللي خمسة هو للرسول والذي القربة اللي بعدها إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القسو وفي نفس الآية هم التقى الجمعات خمس الغنائم خلاص الشيعة عرفوا أنكم كذبين ومدلسين وبتأخذوا جزء من الآية تستدلوا بها علشان توهموا عوام الشيعة بهذه العقائد الفاسدة أتحدك الآن مش من القرآن لأنك تعجز ولا من قتب لأنك تعجز من قتبك أنت من هذا التراث المجوسي اللي قال عليك مال حيداري تراث مجوسي يهودي نصراني أتحدك أنك تأتيني بدليل منه على جواز أن الفقه يأخذ الخمس الحديث معك غير مجدي أيوة أنت عجزت الحديث معك غير مجدي علشان كشفتك لعوام الشيعة يا شيخ الشيعة أفل والله يوهرب علشان فضحتك أمام عوام الشيعة المساكين اللي بتغدعوهم إلى متى تغدعون عوام الشيعة أيها المنافقون وأنتم دعاء على أبواب جهنم إلى متى تغدعون عوام الشيعة نتحدكم أتون بأدلة على هذا التراث المجوسي لا خمس موجود في القرآن ولا إماما موجودة في القرآن ولا عصمة موجودة في القرآن ولا رجع موجودة في القرآن ولا ولاية تكونية موجودة في القرآن ولا غلوب في الآئمة موجود في القرآن ولا سبقكم للصحابة موجود في القرآن ولا سبقكم وتعنوكم في أعراض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم موجود في القرآن أصحاب هواء لا يقبلون الحق وزي ما قلت لكم أيها الأكارم وعرضت عليكم الآية من قليل الآية اللي الله سبحانه وتعالى قال خليني أطلع حالكم راحت كنت عايزة إيه يتبعون أهي سواني بصوا أيها الأكارم شوف معايا عزيز المشاهد وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن ليغني من الحق شيئا يشيعي إن الله علمه بما يفعلون وما يتبع أكثرهم إلا ظن دين قائم على الظن يتخرس دين قائم على الظنيات وليس اليقينيات علشان ذلك بيتسقطون لأنه دين ضعيف إلى متى يا شيع تمشي خلف رياض وأشبه رياض اعلم أني لك ناصح أمين ورب الكعبة أتمنى لك النجاة ويشهد الله أني أتمنى لك الجنة يا شيعي أفق من أيدي هؤلاء وحكم هذا هذا الدستور اللي دمر هذا المعتقد الباطل المخالف للكرآن الكريم الله ماهد الشيعة وخذ بأيديهم إلى نور التوحيد كان معكم المعنم بيدي القدرة أقل ما تفعله الآن بعد هذا الفيديو أن تغطي إعجاب وتشارك رابط الفيديو ولا تنسى أن تشغل الإشعارات كي يصل كل ما هو جريد